في ميزان النصر والهزيمة أستاذ حسن كان من المفترض أن يكون بوتين أو من يمثله في كييف محتلا لكن الآن بعد نحو 112 يوما زعماء إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، رومانيا في كييف كأنهم يرسلون رسالة واضحة إلى موسكو من خلال هذا اللقاء والدعم بالرئيس الأوكراني في ميزان النصر والهزيمة كيف تقرأ هذه الزيارة؟ لا أعتقد أن بوتين كرئيس من خلفية مخابرتية لا يدرك أن الحرب الروسية مع أوكرانيا ستطول وتطول جدا لأنها حرب ليست حرب عادية هي حرب ممكن أن نقول عليها أكثر من حرب تكسير عظم هي حرب من أجل تغيير في النظام الدولي على اعتبار أن روسيا إذا ما استطعت إعادة هيكلة النظام الموجود في أوكرانيا من الممكن أن يكون لها أطماع في دول في شرق أوروبا أخرى لكن أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو من جانبها من الممكن أيضاً أن تعمل على كسب هذه المعركة بسبب أنها معركة حياة أو موت من الممكن إذا ما انتصرت روسيا في أوكرانيا وهجومها على دول أخرى في شرق أوروبا أن تزعزع حلف الناتو أن تزعزع من قوة أوروبا الشرقية مما يهدد أمن وسلامة أوروبا هي معركة لها جوانب عدة لها جوانب سياسية لها جوانب عسكرية لها جوانب اقتصادية الكل يدرك أن حجم وتكلفة الحرب سوف تكون على الجميع الحرب ليست فقط مضرة على روسيا التي الآن هي تحت العقوبات تحت تطبيق كبير للعقوبات أيضاً الاقتصاد العالمي تأثر بالعقوبات على روسيا في ميزان الخسارة والحرب لا يمكن أن نقول أن الآن الروس هم من خسر أو هم من انتصروا أو الجانب الآخر في نفس النتيجة على العكس تماماً إلى الآن الكل في ميزان الخسارة على ما أعتقد وبوتين إذا ما أراد في إنهاء هذه المعركة من الممكن أن ينهيها بانطلاقاً من حجم الإمكانيات العسكرية التي تمتلك روسيا حتى مع الدعم الأمريكي إلى الآن الدعم الأمريكي هو عبارة عن أسلحة أرضية فقط الأسلحة الأرضية ليست معياراً للتفوق العسكرية بالشكل حتى أستاذ حسن قبل أن أعود إلى كيف ألا تمثلوا انتكاسة لموسكو للكريملين لفلادمير بوتين شخصياً زيارة هؤلاء الزعماء الأوروبيين إلى كيف واللقاء بفولودومير زيلنسكي الذي يبدو محتفلاً لا أعتقد الآن البنية التحتية في أوكرانيا هي بنية مدمرة الآن بوتين ضمن أن أوكرانيا لن تكون لها قائمة لخمسين سنة أعقل اعتبار هو وصل إلى ما يريد على ما أعتقد حسب الأحصائيات البنية التحتية مدمرة وهو يريد دولة ضعيفة أما من ناحية النصر لزيلنسكي على حساب هذه الزيارات أنا أعتقد هي عبارة عن رفع معنويات وهي عبارة فقط على أن نحن بجانبكم بجانب أوكرانيا لأن أمن أوكرانيا هو جزء من الأمن الأوروبي لكن إذا ما جئنا إلى الواقع على أرض الواقع أوكرانيا الآن مدينة خوركيا هي مدينة مدمرة وهي المدينة الاقتصادية الصناعية الأولى في أوكرانيا ومنها تنطلق أو منها تصنع لأغلب محركات التي تستوردها تركيا لطائرات برقدار بس خلينا بس خلينا